بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله حقيقة أنبأنا بها النبي صلى الله عليه وسلم سوف نتعرض لها جميعا في أول وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ما هو أول شيء ستحاسب عليه أيها الإنسان انظروا إلى أعمالكم كم من الأعمال تقوم في اليوم والليلة هناك عمل بسيط جدا ربما معظمنا غافل عنه أو لا يعطيه أي أهمية إنه الصلاة أول شيء ستحاسب عليه يوم القيامة هو الصلاة دعوني أتأمل معكم هذا الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر إذن هذه الصلاة أيها الأحبة طبعا هذا الحديث رواه الترمذي هذه الصلاة تحدد مصيرك هذه الخمس دقائق التي تنفقها في الصلاة وأحيانا يعني تجعلها سريعة جدا وأحيانا تجلس داخل الصلاة وتفكر في أعمالك وتجارتك ومشاكلك وهمومك هذه الدقائق القليلة تصور أنها هي التي ستحدد مصير بقية الأعمال لذلك أرجو أيها الأحبة إخوتي في الله أن ننتبه إلى هذه القضية كلما وقفت في الصلاة تذكر كلام حبيبك عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة التي تصليها الآن هي هي التي ستحدد مصيرك كاملا يوم القيامة لا يوجد حياة ولا موت لا يموت فيها ولا يحيا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان حياة دائمة إما نعيم دائم أو جحيم دائم فانتبهوا أيها الأحبة إلى هذه الصلاة أكثر من الخشوع من التأمل من الخوف من الدعاء أطل هذه الصلاة أكثر من السجود الركوع وبخاصة في الليل لماذا؟ لأن هذه الدقائق القليلة هي التي ستحدد مصير بقية أعمالك الشيء الذي يعني لفت انتباهنا له أحد الإخوة الأحبة الكرام موضوع إحصاء الجذور طبعا نحن هنا في برنامج إحصاء القرآن الذي تعرفونه جميعا الأخ طلح بن بشير جزاه الله خيرا أضاف ميزة الإحصاء بالجذور هنا هنا أيها الأحبة هنا الإحصاء بالجذور يعني مثلا كلمة الصلاة بكل مشتقاتها كم مرة تكررت صلى يصلي يصلون صلاتك إلى آخره كم مرة تكررت بكل مشتقاتها إذا أردنا أن نعرف نضغط على هذا الخيار الإحصاء بالجذور ثم نكتب هنا جذر الكلمة جذر الكلمة طبعا إذا لم تكن تعرف جذر الكلمة هناك طريقة بسيطة نعود للإحصاء العادي ونكتب مثلا كلمة صلى مثلا صلى طبعا هنا لم يعطيني نتائج لأنني أستخدم الرسم الأول الرسم الأول يجب أن نكتب هنا صلايا بلياء بلياء لأن المصحف القرآن الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ألف مقصورة وليس فيه همزات أو علامات شدة أو ضمة أو كذا أو كذا هو عبارة عن 28 حرف حروف اللغة العربية فهذا الحرف هو ياء بالأساس لذلك إذا كتبت صلى بهذه الطريقة سوف تخرج لك النتائج 21 نتيجة يصلي صلاتك إلى آخره يعني سوف تجد نتائج كثيرة ولكن يصعب علينا إحصاء هذه النتائج إلا بطريقة الجذور فأنا ممكن أن أخذ مثلا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى أخذ كلمة مصلى هنا هنا أيها الأحبة أضغط ضغطتين أحددها ثم أذهب إلى مربع البحث فقط أضغط ضغطة واحدة هنا فيكتب لي الكلمة ذاتها أستطيع أن أبحث عنها هي مرة واحدة فقط ولكن إذا أردت أن أبحث عن كل مشتقات الكلمة أستخدم الإحصاء بالجذور هنا الإحصاء بالجذور الآن عندما أضغط على كلمة مصلى مثلا وهي أحد مشتقات الصلاة ثم أقوم بالضغط مرة واحدة هنا في هذا المربع مربع البحث أعطاني مباشرة جذر هذه الكلمة جذر هذه الكلمة وهو صلوة طبعا مثلا جعلنا مثلا ما هو جذرها أحددها ثم أضغط هنا أعطاني الجذر اللغوي جعل أستطيع أن أبحث عن كل كلمات جعل جعلنا إلى آخره في القرآن مثلا كلمة طهرة ما هو الجذر اللغوي أحددها ثم أضغط هنا يعطيني طهرة مثلا أنا عندي عندي مثلا كلمة العاكفين ما هو جذرها اللغوي أحددها هكذا ثم أضغط هنا ضغط واحدة في مربع البحث أعطاني عاكفة أستطيع أن أبحث هنا مشتقات عاكفة تسعة في سبع صور تمام أيها الأحبة الآن الآن إذن عرفنا أن كلمة الصلاة جذرها اللغوي هو صلوة صلوة نبحث عن صلوة هنا ونضغط أعطانا كم تأملوا معي أيها الأحبة هنا لدي تسعة وتسعين نتيجة إذن الصلاة بجميع مشتقاتها تكررت تسعة وتسعين مرة لماذا هذا العدد الله يريد أن يقول لك بما أن هذه الصلاة مهمة جدا 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 وتحدد مصيرك لابد أن يعطيها رقم مميز جدا جدا هو عدد أسماء الله الحسنى إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة أعطى الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكلمة تتكرر في القرآن الكريم تسعة وتسعين مرة بعدد أسماء الله الحسنى ليدلك على أهمية هذه الصلاة هذه الصلاة مهمة جدا فوضع الله سبحانه وتعالى ظلالا من أسمائه الحسنى ليقول لك إن هذه الصلاة أول شيء ستحاسب عليه هو الصلاة لذلك هي مهمة فقد كررها الله تسعة وتسعين مرة هنا يوجد تناغم تناغم مع كلمة أول يعني كلمة أول الأولى كذا يعني بمشتقاتها كم مرة تكررت إذا بحثنا عن كلمة أولى أولى لأن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة إذن الصلاة تسعة وتسعين مرة وكلمة أول تأملوا معي أيها الأحبة نكتب أول ثم نبحث كم تسعة وتسعين مرة إذن كلمة أول في القرآن في القرآن تكررت تسعة وتسعين مرة بمشتقاتها يعني طبعا أنا لدي هنا آيات ولا تكون أول كافر به لدي مثلا وما يعلم تأويله إلا الله لأن كلمة أولى لها مشتقات كثيرة ولكن كل مشتقاتها أولى يعني بمعنى أولى أو أولى يعني بمعنى الأول أو الأولى إلى آخره كلها تكررت تسع وتسعين مرة إن أول بيت نوضع للناس للذي ببكة مثلا هنا وأحسن تأويلا قول المسيح عليه السلام أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وأية منك إذن كلمة أول بكل مشتقاتها تكررت تسع وتسعين مرة وكلمة الصلاة بكل مشتقاتها تسع وتسعين مرة كأن الله يريد أن يقول لك إن أول ما يحاسب عليه المرء هو الصلاة واختار هذا الرقم مطابقا لأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ليدلك على أهمية هذه الصلاة وأهمية أن تعتني بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم النافع وفي نهاية هذا اللقاء أود أن أشكر الأخ محمد حمادي الذي صمم هذا البرنامج الرائع والأخ طلح بن بشير الذي أضاف ميزة الإحصاء والإعراب أيضا وميزات أخرى موجودة في البرنامج وكل من ساهم أو يساهم في نشر هذا العلم النافع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة